اشتركوا في القناة وستتراجع الرؤية الأفقية في بعض المناطق خارج المدينة لكن بعد ذلك يرجع الهوى الكوس وتتراجع درجات الحرارة الرياح خفيفة لما تدر تسرع بوجه عام اليوم مباشر متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية تتراجع الرطوبة تدريجيا مع نهاية يوم الغد بإذن الله ويوم الخميس يرجع الهوى الشمال الغربي بشكل ملحوظ وأجواء جافة في يومي الخميس والجمعة لكن السبت يرجع الكوس مرة ثانية وترجع الرطوبة معه وبعد ذلك الانخفاض في درجات الحرارة سيكون تدريجي ابتداء من يوم السبت وتتراجع درجات الحرارة وذلك تزامنا مع تراجع زاوية سقوط أشعة الشمس تعرف على أجوانه أكثر حالياً السماء صافية والرياح خفيفة لما تدلت سرع بوجه عام متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية من 6 إلى 28 كيلومتر في الساعة لحساس بالرطوبة موجود وملحوظ أكثر على المناطق الساحلية درجة الحرارة حالياً 34 درجة مئوية الرطوبة النسبية في مدينة الكويت 34% وتصل إلى 70% و75% على بعض المناطق الساحلية الرؤية الأفقية ممتازة حالياً أكثر من 12 كيلومتر صور الأخمار الصناعية بين السماء خالية من السحب الوضعية هذه عزال المشاهدين ستستمر ويانا لعدة أيام حتى نهاية اليوم الرياح خفيفة لما تدلت سرع متقلبة الاتجاه الرياح إلى جنوبية شرقية لحساس بالرطوبة سيستمر تصل نسب الرطوبة إلى 70% على المناطق الساحلية درجات الحرارة تتراوح ما بين 30 إلى 33 درجة مئوية مع سما صافية منتصف نهار يوم الغد أجواء حارة ودرجات حرارة تتراوح ما بين 43 إلى 46 درجة مئوية في أغلب المناطق مع رياح متقلبة الاتجاه إلى كوس والإحساس بالرطوبة سيكون ملحوظ مع أجواء مشمسة أقل درجات الحرارة ستكون في سواحلنا الجنوبية وجزرنا الجنوبية السواحل الجنوبية تتراوح فيها درجات الحرارة ما بين 40 إلى 44 درجة مئوية وجزرنا الجنوبية تتراوح فيها درجات الحرارة ما بين الثلاثة وثلاثين إلى الستة وثلاثين درجة مئوية وتصل إلى السبعة وثلاثين درجة مئوية في فيلشة مساء يوم الغد بإذن الله الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه نعام متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية مع نهاية يوم الغد تدريجياً سيقلب الهواء إلى شمال غربي لكن التراجع الملحوظ في نسب الرطوبة بإذن الله سيكون في يوم الخميس أجواء صافية ودرجات حرارة تتراوح ما بين الخمسة وثلاثين إلى السبعة وثلاثين درجة مئوية والإحساس بالرطوبة راح يكون مستمر على المناطق الساحلية البحر راح يكون خفيفي لمعتدل الموج من واحد إلى ثلاثة قدم الفترة هذه من فترات الحمل المد الأول بدنا للساعة واحدة وخمسة وخمسين دقيقة صباحاً والمد الثاني الساعة واحدة وواحد وعشرين دقيقة الظهر والجزر الأول الساعة سبعة وستة واربعين دقيقة صباحاً والجزر الثاني ساعة ثمانة وواحد وعشرين دقيقة مساء المواقع بإذن الله أذان الفير الساعة ثلاث وثمانية وخمسين والشرق الساعة خمس وواحد وعشرين والمغرب الساعة ست وثمانة عشر دقيقة أما الطقس المتوقع خلال الأيام الخمسة القادمة الهواء الكوس سيستمر ويانه اليوم مباشر عودة للرياح الشمالية الغربية مع ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة في يومي الخميس والجمعة بعد ذلك يرجع الهواء الكوس وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة تزامنا مع موسم إسهيل باشر بإذن الله أول أيامه نجم إسهيل يشاهد في الكويت في تاريخ أربعة تسعة وما لأي تأثير مباشر أو غير مباشر على الطقس المسألة لا تتجاوز التزامن مع تراجع زاوية سقوط أشعة الشمس باشر بإذن الله الزاوية ستبدأ بالتراجع عن 72 درجة باشر 48 لأضماء الصهرة 29 والهواء الكوس من ثمان إلى 28 كيلومتر في الساعة متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية مع نهاية يوم الغد تدريجيا يقلب الهواء الشمالي غربي وينشط تدريجيا في يوم الخبيس ويكون ملحوظ أكثر الهواء الشمالي الغربي ويكون نشط من 15 إلى 45 كيلومتر في الساعة 50 العظمى والصغرة 33 درجة مئوية أجواء حارة وجافة ورياح شمالية غربية نشطة فرص لغبار مثار على المناطق الصحراوية والمكشوفة البحر راح يكون خفيفي لمعتدل يعلو أحيانا أجل أي نشاط بحري في يومي الخميس والجمعة فرص الغبار راح تكون موجودة لكنها على المناطق الصحراوية والمكشوفة ما راح تتأثر بذن الله المدينة بهذه الفرص يوم الجمعة بذن الله يستمر ويان الهواء الشمالي الغربي وينشط أكثر ويكون من 20 إلى 55 كيلومتر في الساعة سرعة الرياح الشمالية الغربية 50 العظمى والصغرة 33 درجة مئوية والهواء الشمالي الغربي مع جفاف ملحوظ في يوم الجمعة مع نهاية يوم الجمعة تتراجع سرعة الرياح تدريجيا فرص الغبار راح تكون ملحوظة على المناطق الصحراوية والمكشوفة أيضا ما راح تتأثر المدينة البحر راح يكون ارتفاع الأمواج إلى 5 و 6 قدم راح يكون مزعج للحداقة أجل أي نشاط بحري نهاية يوم الجمعة تدريجيا يقلب الهواء إلى كوس في يوم السبت تتراجع درجات الحرارة بعد ذلك تدريجيا 48 العظمى والصغرة 33 والهواء الكوس مستمر من 12 إلى 38 كيلو متر في الساعة وتعود نسب الرطوبة مجددا والحساس فيها ويكون ملحوظة أكثر على المناطق الساحلية 47 العظمى في يوم الجمعة أيضا والصغرة 31 درجة مئوية مع هواء كوس من 10 إلى 30 كيلو متر سرعة الرياح الجنوبية الشرقية والحساس بالرطوبة سيعود أيضا ويكون ملحوظة في يوم الجمعة أعزائي المشاهدين الأجواء الحرارة مستمرة التراجع في درجات الحرارة تزامنا مع موسم سهيل ما راح يكون ملحوظ إلا في الفترات المتأخرة من الليل والفجر الأجواء الحارة خلال فترة النهار راح تكون مستمرة ويانا وتقلب ملحوظ في اتجاه الرياح ما بين الشمال الغربي والجنوبي الشرقي يعني الكوس راح يكون ملحوظ خلال الأيام القادمة والحساس بالرطوبة راح يكون ملحوظ أكثر على المناطق الساحلية نشطنا الجوية تنتهي ولكن بعد درجات الحرارة للعواصم والمدن حول العالم اشتركوا في القناة